وبعد الحصول على الرعاية الملكية قرر النادي الأهلي تغيير شعاره وزي ما احنا عارفين اللي قدامكم على الشاشة الشعار الأول اللي اتعمل سنة 1926 فتم عمل شعار جديد يحمل سمات الأهلي فكان الشعار اللي قدامكم على الشاشة دلوقتي الأرضية الحامرة بلون عالم مصر وده اللون اللي الأهلي خدوا علشان يبقى لون فانلتون والتاج رمز الرعاية الملكية في أعلى الشعار وأسفل الشعار اتكتب الأهل وفي الوسط النصر المحلق وتم اختيار النصر باعتباره رمز للصحة والقوة والتحفز والحرية وزي ما احنا عارفين الشعار ده استمر لحد ما قامت ثورة 1952 وتم فيه استبدال التاج بكلمة النادي زي ما انتم شايفين على الشاشة كده وفضل شعار النادي لحد احتفالات المقاوية في 2007 وتغير الشعار وبقى اللي قدامكم دلوقتي وفي نفس السنة سنة 1929 كان فيه حدث تاريخي مختلف الأهلي عمل أول رحلة خارجية في تاريخه لفريق كرة القدم الرحلة كانت لعدة دول أوروبية لعب الأهلي فيها عشر مباريات وسبق أثر كبير قوي وحقق نتائج رائعة وحقق نتائج رائعة